السلام عليكم إخوان بالنسبة للغير في ثلاثة المحاور أول محور اسمته وجود الغير المحور الثاني معرفة الغير ومحور الثالثة والآخر اللي هو العلاقة مع الغير بالنسبة للمحور الأول وجود الغير غادي نحاولو نعرفو واش وجود الغير بالنسبة للا أنا ضروري باش نوعب دات ديالو ولا لا يعني وجود الغير بالنسبة ليا أنا واش ضروري باش نوعب داتي ولا لا هذا هو السؤال هل وجود الغير ضروري مغير ضروري بالنسبة للموقف الأول ديال جون بول سارتر هذا ضروري سكم تضروعلي في هذا المحور جون بول سارتر كيقولنا بأن وجود الغير ضروري كيفاش كيكون ضروري كيقولكو ديمن خلال الوعي بالآخر كانوا هاب داتي كيقولك داك الغير هو الواسيط بيني وبين الدات ديالي داك الغير بحل واحد المرآت مني كان شوفو كان عرف داتي كيفاش هتكون نعطيكم جمعة من الأمثلة باش تفهموات الأمور هادي دوك مني كتشوف واحد الآخر عندو واحد المظهر عندو واحد تصرفات واحد المواقف عندو إحساسات هات الأمور هادي كتسقتهم على رأسك كتقول تانرى عندي هات الأمور هادي دوك من خلال الوعي بدك الآخر كتوعب داتك كتعرف داتك انتش كنت صافي اخوان هدا هو الموقف ديال جون بول سارتر إضافة لهاد ضروري هادي كيقولنا سلبي يعني كيكون هو ضروري وسلبي في نفس الوقت كيفاش كيكون سلبي كيقولك اودي هاداك الآخر اللي معك في المحيط ديالك هو اللي كيخليك تحس بديك الخاجل ديك الحشما صافي كيضر لنا لتجربة الخاجل هادي ولا النظرة ربح البحل مني تسمعوا نظرة ولا الخاجر نفس المعنى النظرة بمعنى ديك شوف اللي كيدر عليها الآخر كيخليني رتابه كونفقد الحرية ديالي وما كانتصرفش كيف ما بغيته نوع علاش لانا داك الآخر هو اللي يربكني هو اللي يمكنني انني نتصرف كيف ما بغاه هو وماشي كيف ما بغيته نوع دو كيف قدني داك التوازن ديالي صافي كونما كانش داك الآخر ما غديش نحس بداك الخاجل صافي غنتصرف كيف ما بغيته نوع بالحرية ديالي لانا انا ما نضيره نجيش مشي آخر ولكن مني كيدر عليها ديك النظرة را كيسقتني في الارتبك دو كدو الموقف ديال جون بو سارتر ضروري والسلبي في نفس الوقت قلنا ضروري من خلال الوعي بالآخر كنواب الداتي وقلنا السلبي من خلال تجربة الخجر او النظرة صافي اخوان بالنسبة للموقف الآخر اللي كيقولنا غير ضروري ديال من غيكون غيكون ديال ديكارت غيّن طرق لناي و تاني من غيكون ديكارت دياله انا افكر اذا انا موجود هنا مني كيفكر را كي تبكل وجود ديالو بما ازيلين عن الاخر علاش لانو جبت غيو دات المفكرة بنسبة لها ما دكولش لنا لغير بالخевич قالك انا انا فقط انا افكر اذا انا موجود يعني كانت فكروا كانت بطلوجود ديالي انطلاق ملعق ديالي بما ازيلين عن الاخر بدون ما يكون عندي ذاك الاخر ديكارت را كيشك في جميع الأمور إلا واحد الحاجة ما كيشكش فيها هي الدات المفكرة ما كيشكش كونه عنده واحد العقل أو كيفكر به هاد الحاجة هلا ما كيشكش فيها هو كيشك في الغير كيشك في جميع الأمور ذلك بالنسبة لي الغير غير ضروري صافي إخوان هدا هو الموقف ديال ديكارت مشو دابل للمحور الثاني معرفة الغير هاد المحور هدا غادي نشوفه جوجل حويش إما معرفة الغير تكون ممكنة أو لمستحيلة بالنسبة لفيلسوف كيقولنا ممكنة عدنا ماكس شيلر هدا كيقولنا معرفة غير ممكنة عبر تعاطف الوجداني معاه وهنا غا نشرح لكم هاد الأمور ذلك كيقولنا هاد المعرفة هادي كتتم عن طريق جوجل حويش الظاهر والباطن هنا نعتيكم أمثلة مني كتشوف واحد الآخر ضعر عليه البتسامة اوتوماتيكمو شنو كيضوف بالك كتقول بي أن هاد الشخص هدا هاد الآخر هدا غادي يكون فرحان من الداخل دوك هنا مني شفتي الظاهر عرفتي شنو كين في الباطن تكشلش كنقول معرفة غير ممكنة عبر الظاهر والباطن كيكونو هاد جوجل حويش مزادين مع بعضيتهم ما كيتفرقوش مايمكنش لنا نقسموهم على بعضيتهم صافي؟ دوك هاد المعرفة كيسميها بأنها معرفة كلية نعتيكم مثال آخر مني كتشوف واحد لواحد في حميرة للوج يعني وجوه حمر ومزنق وكذا شنو كتقول نتا في بالك كتقول هاد الشخص هدا وهد لا أخر هدا غا يكون حشمان دوك غا تكون فيه ديك داك الخجل صافي اخوان هدا المعرفة ديلا ماك شيلر يعني داك شي بسيط من خلال الظاهر والباطن كنعرف داك الآخر عبر التعاطف الوجداني معه يعني كنت تعاطف معه وجدانيا كنقول داك شي اللي كنحسبي هنا غا يكون توكي يحسبي صافي اخوان؟ مشو دا بالموقف التاني لي كيقولنا معرفة غير مستحيلة هدا ديال بيرجي كيقولنا ودي داك الآخر عندو خصوصيات عندو كينونات عندو أسرار مايمكنش ليانا نختارقو ونعرف شنو عندو هو في الداخل ديالو يعني دوك الأمور مرتبطين به هو صافي اخوان داك شي علش كيقولنا بأن بيني وبينو واحد الجيدار ساميك يصعبو التعمقو اليه وننفدو اليه وتجاوزو يعني ميمكنش ليانتجاوز داك الحيط ونعرف شنو عندو وفد داخل ديالو دوك الحويج مرتبطين به وكيقولنا لكل شخص يعني كل واحد فينا عندو عالم خاص به كل واحد منغالق على راسه صافي اخوان؟ هدا هو الموقف ديال بيرجي مشو دا بالمحور الاخير اللي هو العلاقة مالغير هدا المحور هنشوفو جد الحويج اما تكون علاقة صداقة ولا علاقة صراع بالنسبة الموقف ديال العلاقة صداقة هدنا ايمان وين كانت هدا كيقولنا بأن العلاقة مالغير هي علاقة صداقة تقوم على الحب والاحترام فيها الحب والاحترام المتبادل بين الطرافين بما الانا والاخر شو المقصود بهالشي؟ كانت كي انتلق لنا من الاخلاق من الواجب الاخلاقي كيف ما قلت لكم ديجا هاد الفيلسوف كي تعتبر فيلسوف اخلاقي ذو كي انتلق لنا من الاخلاق غاي قولي نودي اي شخص خاسنا نحترموه ونعطيه قيمة وكرامة ونعمله بوحدة عامو اللي كيكون فيه الحب والاحترام علاش؟ لان هذا الشخص هدا عنده واحد العقل مميز بي عن جميل كائنة الحياة الاخرى ذو كي هو مفضل لذلك مني غادي نحترموه ونعطيه قيمة ونبدلو الحب والاحترام حتى هو غادي بدني نفس شعور مني غادي بدني نفس شعور بالتالي غاي تكون بينتنا واحد العلاقة ليه علاقة صداقة بكل بساطة هدوه الموقف ديال ايمانوين كانت الموقف الاخر لابغيته تزيده بلاست كانت يعني كيقول نفس حاجة ديال كونت هذا كونت هدا كيقولنا بان العلاقة مع الغير هي علاقة صداقة تقوم على مبدأ الغيرية اقول له لهذا المصطلح هدا مرتبت بعد الفيلسوف شنه الغيرية هي كونتر الانانية مني كتقوله واحد اناني بمعنى كيكون طيق في راسو حاس براسو يعني كيبغي راسو كتر من الاخرين هادي الانانية كيبغي المصلاحة دياله هو كتر من المصلاحة ديال الاخرين بالنسبة الغيرية را العكس دياله الغيرية كتبغي المصلاحة ديال الاخر كتر من المصلاحة ديالك الغيرية هي التضحية من اجل الغير صافيخون دو كي يقول لك ودي مني كتضحي من أجل آخر هدك الآخر مني كي يشوف دك التصرف اللي درتي معاه غي يبادل لك واحد الشعور اللي مزين واحد التعام اللي مزين بالتالي غتكون بناتكم واحد علاقة صداقة دك الشياليش كنقوله علاقة صداقة تقوموا على مبدأ الغيرية هذا هو الموقف ديال ديال كونت مشو نشوفوا ده بالموقف الآخر اللي كي قلنا علاقة صراع هذا ديال هيكل يقل كي قدرل لنانا واحد الحاجة اللي معروفة عنده هي جدلية السيد والعبد كي قلنا فهد الكون هذا الإنسان تخلق إما كيكون عبد ولا سيد وحده فيهم ودك العبد كي يبغي ينتز عاد الصفة ما كيبغيش يبقى عبد بالتالي كيكون واحد صراع بينه بين السيد مثلا واحد عنده واحد شاركة لباس عليه هذا كي تعتبر سيد لأنه هو المالك هو اللي عنده المادة عنده كل شي كي يخدم معاه مجموعة من ناس اللي مساكن على قد الحال خطوهم بوحدة من اللي نقص بزاف هادوك الناس بالنسبة لي هو را عبد هو كي تعتبر سيد عليهم بالتالي هادوك العبد كييبغي ينتز عادك الصفة ما كيبغيش يبقى عبد بالتالي كيولي واحد صارع بينهم لذلك كي نقولوا بي أنا العلاقة مع الغير هي علاقة صراع تقوموا على جدالية السيد والعبد توكاد شليكين فهذا المفهومة دا دي الغير يعني ذاك شي بسيط اتمنى لكم ان شاء الله توفر كان نحاول نزر بيخون باش منطولش الفيديو